حذر وزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفضي خلال مباحثاته مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن حذر من التابعات الخطرة للفشل في سد العجل المالي للأونروا أبرز ما تناولته محادثات الجانبين في التقرير التالي دعم الأونروا وحل القضية الفلسطينية والأزمة السورية كانت محاور المباحثات التي أجراها وزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفضي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران من العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لحل السراع وتحقيق السلام الشامل والدائم وفق الصفضي الذي أكد لنظيره الأمريكي على ضرورة كسر الانسداد في جهود حل القضية الفلسطينية عبر التقدم اتجاه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الصفضي حذر من عواقب عدم توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا مبينا أن الوكالة تقدم واجباتها إزاء ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي مبينا لنظيره الأمريكي التبعات الخطرة للفشل في سد العز المالي للوكالة والذي يهدد حق ما يزيد عن خمسمائة ألف طفل لاجئ في التعليم ويحرم ملايين من خدمات الأونروا الحيوية في مجالات الصحة والتعليم وشدد الصفضي على أن حماية الأونروا تمثل حماية لحق اللاجئين في الحياة الكريمة ولحقهم في إيجاد حل عادل لقضيتهم التي تمثل إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن يتم حلها على أساس قرارات الشرعية الدولية خصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية واستعرض الصفضي وبومبيو والمسؤولون الأمريكيون جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وأكد الصفضي أن لا حل عسكريا للأزمة ودعا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتمسكها وينهي معاناة الشعب السوري وتناولت المباحثات الجهود الدولية لهزيمة الإرهاب الذي يمثل آفة لا بد من هزيمتها عسكريا وأمنيا وسياسيا إذن هي زيارة حمل فيها الصفضي رسائل عدة لتنصيق الجهود لحشد الدعم الدولي للأونروا التي تواجه عز ماليا يصل إلى 217 مليون دولار وللاتفاق على خطوات لمحاولة توفير التمويل اللازم للوكالة التي ستواجه تحديا كبيرا في جمع التمويل اللازم إذا ما قررت واشنطن عدم توفير المزيد من الدعم ترجمة نانسي قنقر